لأستاذة سمر عندها مشكلة بسبب والدتها أنها دمرت حياتها طبعاً يعني حضرتك يا أستاذة سمر حكيتي أشياء يعني قاسي أو صعبة الأم أو الزوجة اللي تضرب الزوج والزوج شخصيته ضعيفة إلى هذا الحد وانت كنت بتحوشي عن والدك وهي بقى بتنتقم منك طبعاً العهد على الراوي اللي بيقول السؤال فإحنا بقعد أفصص قدر الطاقة في المسائل اللي تفدني وأنا بجاوب قدر الطاقة واللهم مسلم فبتقولي إن أخدت موقف مفرأة بينك وبين إخواتك وفرأت بينك وبين زوجك وأولادك وبتقولي إنك جوزت قاربها وإنه قاربها ده كان قاسي القلب وكان مفتري في أسلوبه وإنتي قعدة دلوقتي هي توفيت هي توفيت يا صاحبة السؤال وإن كانت زي ما حضرتك تفضلت وقلت كلامي اللي قلت فهي امرأة آثمة وإن هي فعلا لو قصدت إنها تحرم حضرتك من حقوقك فطبعا عليها اسم عظيم بإنها بتضيع حقوقك إلا حتسأل عنها إذا ضيعتها لكن ده مش معناه إنه ذريع لي أني أتجاوز الحد في الدعاء ما ينفعش فلا أعتدي في الدعاء بدل مدعي عليها أدعو الله تعالى بأن يغفر عليها ويرحمه وإنه يصبرني وإنه على قدر صبري على هذا اللي بتلاقي يغفر لي وأدعو الله بإصلاح الحال بيني وبين إخواتي وأولى إن الإنسان يعني يشغل نفسه بالذكر وبالأعمال النافعة في الدنيا والآخرة أنت ست وتسعة تشتغل يشتغل الإنسان يكون منتج ويسعى دائما أنه ينمي نفسه مش هعد أعيط بقى على اللي فات أنا ابتليت أو ابتليت ابتلاء شديدا وصبرت عليه أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجزيني على هذا الصبر خيرا عظيما فما ضيعش بقى دعو ددعي على دا ودعي على دا وقد أكون أنا أخطأت بعض الوقت في حق نفسي وأنا مش واخدة بالي فما أقدرش أحمل الناس اللي قدامي أو شخصيات مروا في حياتي إن كان أب إن كان أم دي أمور أنا بعانيها لأنه في مرحلة الإنسان بيبقى عنده عقل لابد أن يفكر إذا كان دا قريبها وأنت كنت شايفة أنه مش كويس ليه وفقتي على الزواج ليس القصد من هذا الكلام أني ببكتك أو أن أنا بديئك لكن ما يبقاش الواحد يعلق كل أخطاءه على شماعة اللي أزو في دنيته اسأل الله لها المغفرة واسأل الله الأجر على ما صبرت عليه ودلوقتي أنا في دلوقتي ووقتي دا اللي أنا عمالة عيّة وأعمل وما بعملش حاجة صحة لا أنا أنتج وأسعى في أعمال نافعة وأذكر الله سبحانه وتعالى ولو أنا محتاجة بعض العلاج النفسي لمانع من اللجوء إلى المختصين عشان يساعدوني أتجاوز المرحلة ما بقاش أنا أعدى في الماضي وسيب الحاضر والمستقبل الإنسان حياته في هذا الزمن اللي بيضيعه لابد أني أشغله بنافع يا صاحبة السؤال ترجمة نانسي قنقر